تعرف على هوية الفتاة التي رافقت والدة أشرف حكيمي بالعمرة ولكن في البداية لو أنت محب الأشرف حكيمي اضغط لايك لهذا الفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم انتشرت على نطاق واسع صورة لوالدة أشرف حكيمي مع سيدتين في مدينة مكة المكرمة ليتساءل متابعين النجم المغربي عن هوية الفتاة في الصورة التي تأتي تزامنا مع انفصال أشرف حكيمي من زوجتي السابقة هب عبوك والتضحم خلال البحث عن اسم الفتاة في الصورة أنها تحمل اسم سارة باللهري وهي من أحد الفاعلين التنفيذيين بشركة جوجل الأمريكية كما تحمل صفة ابنة خالد أشرف حكيمي وتعد سارة باللهري من أحد أهم الأسماء المغربي الشابة لما تمتلكه من معرفة وخبرة تقنية ومصار مهاني جيد مترفة إذ سبقت وانشغلت في العديد من المؤسسات الدولية رفعة المستوى في مجال التخطيط الإداري والإستراتيجي وانتشرت الصورة بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي فتحت العنان لتساؤلت حول ما إذا كانت زوجته الجديدة بعدما أعلن بشكل رسمي عن انفصاله هو واهب عبوكا التونسية الأصل نشكركم على حسن المتابعة وندعوكم لاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو